السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مصر وتشهد البلاد تقلبات جوية وأمطار متفاوتة ورعدية وتبدأ خلال الساعة القادمة مساء غدا يوم السبت مساء بس قبل من تكلم على التفاصيل بشكل كامل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة والحصرية بيان عاجلا من الأرصاد وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء غدا السبت 2022 الموافق 15-10-2022 وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد قد تتأثر بمنخفة سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفة جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على سكوط أمطار متفاوضة الشدة وتكون رعضية أحيانا على شمال البلاد وسوف يتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سكوط الأمطار والكميات وتعتبر هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهد مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود تاكس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب سيناء وحر على جنوب السعيد ولطيف ليلا في أول الليل ومائل البرودة في آخره وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة الكهيرة 28 والصغرة 21 الأسكندرية 27 والصغرة 22 مطروح العظمة 26 والصغرة 22 وسهاجة العظمة 30 درجة والصغرة 20 درجة وكناء العظمة 34 والصغرة 20 وأسوان العظمة 35 والصغرة 22 وفيه متابعة مستمرة لأحداث التقس في مصر برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو